الأسد المغربي عبدالصامد الزلزولي الشاركة كأساسي في تشكيلة أوصى صنا ضد فريق ريال مدريد وذلك قبل استبداله في دقيقة 75 وكان قريبا من إحراز هدف في الشوط الأول من المباراة لقد تفوق اللاعب المغربي الزلزولي بشكل كبير أثناء المباراة التي جمعت فريقه بريال مدريد وكاد أن يسجل هدفا لو لا تدخل داني كاربخال لإنقاذ الكرة من على خط المرمى المورنغي يحقق لقب كأس مالك إسبانيا للمرة العشرونة في تاريخه لقب مستحق لريال مدريد بعد فوزه على أساسنا بهدفين مقابل هدف واحد كما عبر الأسد المغربي عبر حسابه الرسمي في الأنستغرام على حزنه بعد خسارة فريقه أمام ريال مدريد ذلك بنشره لأساقين حزينة ترجمة نانسي قنقر